اشتركوا في القناة والتسليم أولا نتكلم عن محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك نتكلم عن حب رسول الله وكيف أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام أمر واجب وضروري على كل مسلم ويجب علينا حقيقة قبل أن نتكلم في أي موضوع ويجب أن نعرف لماذا خلقنا ولماذا وجدنا في هذه الحياة ولماذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا السؤال هل تستطيع أن تجيب عليها أخي المسلم لماذا بعث رسول الله لماذا أنت موجود في هذه الحياة ممكن نختار أي شخص يجيب أو ترفع يدك إذا تعرف نعم وما رسلناك إلا رحمتنا جواب آخر ما شاء الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني الهدف من الخلق وإيجاد الجن والإنس لعبادة الله سبحانه وتعالى طيب معاشر الإخوة ما دام أن الله خلقنا من أجل العبادة وخلق لنا الكون كما ترون هذا الكون بما فيه من نعم من جبال وحديد وبترول وخلق لنا الإمكانيات والخشاب والشجر والفواكه وخلق لنا الطعام وخلق لنا هذا الخلق كل هذا الخلق من أجل أن نتمكن وأن نستطيع أن نعبد الله طيب نحن في هذه الدنيا كم سنمكث فيها؟ كم سنعيش في الدنيا؟ كم سنعيش في الدنيا؟ كم سنعيش في الدنيا؟ كم؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين ستين إلى السبعين وقليل من يتجاوذ هذا العمر فقط من المنطقة من المنطقة والمسلمين ستتجاوذ هذا العمر أو ستجاوذ هذا العمر ويبلغكم أيكم أحسن عملا وأخبر الله عز وجل أن كل نفس ذائقة الموت تريد أحدثكم عن المؤمن عندما يموت أم الكافر عندما يموت نخبركم عن المؤمن حتى لا ولا الكافر المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم في جنازة أحد المسلمين في بقيع القرقد في المدينة ومكث عليه الصلاة والسلام بجوار القبر حتى تنتهي عملية الدفن وتجهيز الميت والصحابة كانوا مشتدين ماذا حال هذا المؤمن الذي يموت الآن فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن حال المؤمن عندما يكون في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة يأتيه ملكان من ملائكة الرحمة معهم مسوح وكفا من الجنة وإذا بملك الموت ينادي روح المؤمن يناديها يقول أيتها الروح الطيبة ملك الموت يأتي الروح الطيبة أخرجي إلى روح وريحان ورب غيري غضبان أخرجي إلى روح وريحان ورب غيري غضبان سعادة ورض الله فإذا بروح المؤمن تخرج كما يخرج القطرة من الكأس تخرج قطرة وأنت تشرب لا تشعر بها تخرج بسهولة ويسر ملائكة الرحمة لا تتركها في يد ملك الموت غمضة طرفة عين تأخذها منه وتضعها في الكفن والذي جاء به من الجنة وإذا بذلك الرجل تخرج منه أطيب ريح وجدت على وجه الأرض فتأخذ الملائكة الرحمة روح هذا المؤمن وتصعد بها إلى السماء ملائكة آخرين يسألون روح من هذه الرائحة الطيبة روح من هذه الطيبة فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا تستفتح لها السماء فتفتح لها السماء ثم يقول الله عز جل صدق عبدي فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم تارة أخرى فتعود روحه إلى جسهده في قبره يأتيه في قبره ملكان من ملائكة الرحمة أيضا فيسألاني هذا العبد في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك تعرف من ربك الله الذي خلقني وأحياني ويميتني ويرزقني هذه معرفة الله كذلك نعرف أن الله متصف بصفات الكمال والجمال المطلق لم يكن له كفوا أحد ونؤمن أيضا أن الله سميع بصير سمع يليق بجلاله وبعظمته سبحانه وتعالى ونعرف أن الله عز وجل لا يحب أن يشرك في عبادته أحد وأمر الأنبياء والرسل أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا في عبادة الله عز وجل أحدا لأن الله غني عن الشرك وكان يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر وهو الرياء إذا سئلت عن دينك ما دينك هل أنت مطبق أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هل تعرف أنه لا يوجد إله في الكون استحق العبادة إلا الله آلهة كثيرة جدا لكن لا تستحق أن تعبد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي يستحق أن يصرف له شيء من أنواع العبادة مثل إيش العبادة مثل إيش العبادة التي لا تجود إلا لله لا تجوز إلا لله مثل إيش العبادة الركوع والسجود نعم الركوع والسجود لا يكون إلا لله الطواف لا يكون إلا بالكعبة أيضا الذبح لا يجد أن نذبح لأي أحد من كان حتى وإن كان ذبائح الطعام الذي نذبحها نقول بسم الله الله أكبر نعم وغير ذلك هل تعرف أن الذي كلف بتبليغ الرسالة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ يجب علينا طاعته ويجب علينا محبته محبة صادقة ليس كلاما ولا ساعة في العمر أو ساعتين في السنة أو يوم في الأسبوع لنكن صادقين في حب النبي عليه الصلاة والسلام لا نخطو خطوة ولا نتأخر ولا ننظر إلا ونسأل هل الرسول يحب ذلك يأمر بذلك أو ينهى عن ذلك نعيش حب الرسول صلى الله عليه وسلم في كل لحظة وحين يجب أن تكون محبة رسوله تجري في دمائنا وعروقنا تظهر في لباسنا وفي تصرفاتنا وكلامنا وأفعالنا أعجبني أحد الأصدقاء جعل في بيته نظام كل منهم يساعد بعضه البعض فأصبح إذا جاء الأب يشرب بالشمال ابنه يقول يا أبي لا باليمين إذا جاء يلبس الثوب بالشمال أولا يقول لا يا أبي ابدأ باليمين ويذكر بعضهم بعض بالسنن التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يحرصون على صلاة الوطر وعلى صلاة الضحى وكذلك النوافل ويجتهدوا في هذا البيت على تطبيق السنة وإذا خرجوا أو دخلوا أو أكلوا أو شربوا يذكرون الله عند كل فعل كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نحن من هذا الكلام هل نحن نطبق ذلك في البيت نساعد أولادنا وزوجاتنا في تطبيق السنة نحن بلا شك نحب رسول الله حب النبي صلى الله عليه وسلم يجعلنا أن نبحث عن هذه القضايا ونطبق توجيهاته في نفوسنا وفي بيوتنا لا يؤمنوا أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أيضا كان الصحابة يحبون رسول الله أكثر من أنفسهم في غزوة أحد وإذا برسول الله كان معه عشر من الأنصار المهجرين المشركون يريدون قتل رسول الله فالرسول لما رأى ذلك خاف عليه الصلاة والسلام وإذا به يسأل هؤلاء الحاضرين من يكف عني هؤلاء ويرد عني هؤلاء ويكون رفيقي في الجنة خرجوا هؤلاء الرجال الذين يحبون رسول الله أكثر من أنفسهم وقتل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء يحبون رسول الله أكثر من أنفسهم الحياة لا تعني لهم شيء كبير لأنهم يحبون رسول الله من أجل الله أيضا هناك نساء كانوا يحبون رسول الله هناك مرأة كانت تدافع الرسول في غزوة أحد وترمي بالرمح وترمي بالنبل وتضرب بالسيف ورسول الله تحميه هي تحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إيمان كبير جدا عند هذه المرأة أصيبت هذه المرأة باثنى عشر ضربة في جسمها لما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها وأولادها يقاتل ويدافع عنه قال نعم أهل بيت أنتم أنتم أحسن البيوت قالت يا رسول الله أدعو الله نكون رفقاءك في الجنة نريد المرأة المؤمنة الصالحة التقية تحافظ على بيتها وتجاهد وتساعد زوجها وتهتم بأولادها، وتعلمهم وتنصحهم وتدفعهم إلى الخير لا يزال في الزمان نساء مؤمنين ونساء عظيمات معاشر الأحبة إذا وجد الإيمان وجد خير كثير يستطيع الإنسان يعيش بإيمانه ولو لم يكن شريفاً أو عظيماً أو جميلاً بإيمانه يعيش بالإيمان المال والجاه والوجاهة وكثرة الأعراض ليس الدليل على السماء لا يدل على السعادة الحقيقية السعادة أن تكون مستقرة داخل القلب مطمئن وهادئ وأن تكون محبوب أيضاً وتكون أيضاً مساهم في إسعاد الآخرين هذه السعادة الحقيقية معاشر الأحبة نحن نتكلم عن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أيضاً مرأة سمعت أن رسول الله قتل وإذا بها تخاف جداً وتحزن كثيراً وقالوا زوجك قتل تقول أين رسول الله قالوا ولدك قتل تقول أين رسول الله قالوا هذا رسول الله جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن المصيبة بعدك حينة وسهلة زوجها أبوها ولدها يموتون لا يهمها مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حب رسول الله شيء جميل وأجمل عندما نطبق حب رسول الله ونطيعه عليه الصلاة والسلام وننفذ أوامره نحن مسلمين الحمد لله نحب من تحب لو سألتك تحب من أنت أنت تحب من محبة شديدة وقوية جداً تحب من زوجتك أولادك أبوك صديقك تحب من كثيراً هذا الذي تحبه لو أمرك بأمر تطيعه أو لا تطيعه إذا كانت تحب رسول الله أكثر فأنت تضيع رسول الله إذا تحب زوجتك وأولادك وصديقك فأنت تضيع صديقك اللهم زدنا حبا في رسول الله وثبتنا على هذا الحب حتى نشرب من حوضه الشريف عليه الصلاة والسلام إذن عرفنا أركان الإسلام أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هذه أسئلة في القبر هذه أسئلة في القبر من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ نحن 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 نتكلم عن قضية مهمة جداً وهي مسألة كنا نتكلم عن إيش؟ وقبلها دخلنا من خلال الموت والحياة وأن الإنسان يجب أن يستعد لهذا اليوم بتطبيق هذه الأشياء التي في القبر بقي عندنا معرفة النبي عليه الصلاة والسلام إذن معرفة الله أولاً سنسأل عنها في القبر ومعرفة النبي ومعرفة الدين الإسلام سنسأل عنها في القبر ومعرفة رسول الله سنسأل عنها في القبر من ربك ما دينك من نبيك أسألكم سؤال اختبارات الدنيا هل تعرف غدا في أي شيء يسألك المدرس دين الإسلام أخبرك عن ماذا ستسأل في قبرك إذن لا بد أن نستعد ونعرف أن من ثبته الله في الدنيا على معاني وتطبيق هذه الكلمات سوف يثبته في الآخرة في القبر إذن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة النبي عليه الصلاة والسلام يرى ناسا من أمة النبي السلام الملائكة تردهم عن الحوت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أمة أمتي ولكن الملائكة تقول ليسوا من أمتك إنهم غيروا وبدلوا بعدك فقال بعدا بعدا سحقا 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 لماذا لأنهم غيروا بعد رسول الله بالله عليكم أيها الإخوة الكرام هل قصر النبي في أداء الرسالة وأداء الأمانة الرسول أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم حتى تركنا على البيضاء ناسع ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما من شيء إلا وعلمنا إياه علمنا حتى كيف نقضي الحاجة عند دخول دورة المياه وحقيقة هذا الأمر معناه ما يوجد اجتهاد مطلق في أسس الدين وقواعده الثابتة تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء يعني الواضحة معاشر الأحبة لذلك مغي علينا أن ننتبه لهذا جيدا وأن نتعلم نحن بحاجة لأن نتعلم وأنا أشكركم لحضور هذا الدرس وأن نتعلم نفسه وأن نتعلم نفسه وأن نتعلم نفسه فيه ملكان فيسألانه من ربك ما دينك ما النبيك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يوسع له في قبره مد البصر ويأتيه رجل طيب الريح طيب الريح جميل المنظر فيقول له من أنت فوجهك الوجه الحسن وريحك الريح طيب يقول له أنا عملك الصالح ويفتح له نافذة على النار ونافذة على الجنة ويقول أنظر مقامك في النار ولكنك إذ أطعت الله أبدلك الله بمقامه في الجنة لماذا فأبدله الله مقامه في الجنة لماذا يا أخوان لأنه أطاع الله ونحن نطيع الله مجيئكم إلى هذا المسجد والصلاة هذه طاعة لله وهذه علامة إيمان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله أشكركم مرة أخرى وأتمنى أن لا ننقطع عن هذا المسجد وأن نحرص على الصلاة فيه ولا مانع أن نأتي بأولادنا إذا كانوا هادئين ليصلوا معنا في هذا المسجد هذا الرجل المؤمن لما يفتح له نافذة على الجنة ونافذة على النار ويقول أنظر مقامك في الجنة فيقول ربي أقم الساعة حتى أعود إلى أهلي ومالي فتمضي عليه مدة البرزخ في القبر كركعتين صلاها أما الكافر فإنه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما يكون في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة يأتيه ملكان من ملائكة العذاب قيل أنهم أسودان أزرقان ومعهما مسوح من النار كفن ومسوح من النار وهذا نوع من السفود وهو عفوا ثم يناديه ملك الموت لهذا الكافر ويقول له يا أيتها الروح الخبيثة أخرجي إلى غضب من الله وسخط الغضب فلا تخرج روح وتمسك في الجسد بقوة ولكن ملك الموت ينتزعها نزع يخرجها بقوة كما يخرج السفود من الصوف المبلول والسفود نوع من الشوك يكون غليظ جدا إذا مسك في الصوف يقطعه يمزعه لا تترك الملائكة روح الكافر في يد ملك الموت طرفت عين يضعونها في الكافر والمسوح ويصعدون بها فتخرج أن تنريع وجدت على وجه الأرض فيصعد بها إلى السماء فتقول الملائكة روح من هذه الخبيثة فيقولون روح فلان بن فلان بأخبث الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح لها السماء فلا تفتح لها السماء وتطرح روحه إلى قبره طرحا يأتيه ملكا من ملائكة العذاب فيسألانه من ربك وما دينك وما النبيك فيقول ها ها لا أدري فيضربانه في بعض الرواية في برزبة من حديد ثم يضيق عليه في قبره يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه يفتح له نافذة على الجنة ونافذة على النار وقال انظر مقامك في الجنة ولكنك إذ عصيت الله عبدلك الله بمقام في النار فيأتيه رجل خبيث المنظر وخبيث الريح يقول من أنت فيقول أنا عملك السيء ثم ينادي يقول ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة سامحوني أن قصيت عليكم هذه القصة أعتذر ولكن هذا من الإيمان بالغيب عذاب القبر ونعيم القبر نحن نؤمن به بس نحن نريد أن نعرف ماذا يجب علينا ونستعد لهذه الساعة أو هذا اليوم ونجتهد ليس هناك إنسان معصوم أبشركم بشارة كل أمتي في الجنة رسول الله يقول ذلك إلا من أبى قالوا من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الرسول مرة قال للصحابة أنتم ثلث أهل الجنة فكبر الصحابة الله أكبر ثلث أهل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال بل أنتم ثلث أهل الجنة تعلمون أهل الجنة كم هم إثنى عشر صفا مئة وعشرون صفا مئة وعشرون صفا أهل الجنة الصف مثل هذا الصفوف لكن لا نعرف كيف نؤمن بذلك مئة وعشرون صف أهل الجنة أمة محمد كم ثمانون تعرفون أمة محمد بالنسبة للخلق الله منذ نخلق الله الناس إلى اليوم كم هم بالنسبة للأمم مقدارهم تعرفون الثور ثورة ثور بقرة الثور كموضع كف كموضع كف على ذلك الثور موسط الأمم والخلائق أمة محمد قليل عددها قدر هذا موضعه كف على الثلثة أهل الجنة أمة محمد وفي بعض الريوات أنهم شعر في ثور أسود شعر بيضاء أيها الإخوة يعني لا تغلبنا السيئات السيئة بسيئة والحسنة بعشرة فواحد لا يزيد على عشرة يعني السيئات لا تزيد علينا أكثر من كوننا نقدم حسنات أنا سعيد بالحديث معكم ولكن لا أريد أشق عليكم يوجد في فقرات أخرى في برنامج لكن نكتفي بهذا الكلمات ولكن علينا أن نجتهد في طلب العلم يا إخواني لا نحتاج إلى كثرة كلاء لماذا؟ لأن العلم موجود الحمد لله الشيخ عنده يقرأ قرآن من كتاب من الجهاز واليوتوب وإنترنت موجود مواقع العلم موجود بكثرة لكن نحن متى نتعلم متى نجلس متى ننظم وقتنا وننفع عبوسنا وننفع أولادنا يجب أن نخصص وقت للعلم كل يوم ولو ثلاثون دقيقة ما هناك مشكلة لا بد أن نجتهد ونبذل الأسباب حتى يزيد إيماننا ويزيد حبنا في الله وحبنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبنا في الدين لذلك نكون سعداء في الدنيا والآخرة كم تعرفون مقدار وملك أقل واحد في الجنة أقل واحد قليل فقط كم؟ كم ضعف الذي أقل واحد في الجنة كم ضعف عشرة أضعاف ملوك أهل الدنيا شوف الدنيا الملوك كلهم كم عندهم عشرة مرات أقل واحد أقل واحد الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يوجد بين الجنة والدنيا الأسماء عسل الدنيا وعسل الآخرة لكن يختلف عسل الآخرة يختلف تماما جميل أجمل كثير لماذا؟ لماذا يختلف؟ لأن الله الذي خصصه لأهل الجنة ملك الملوك رب العالمين يكرم ضيوفه في الجنة لو أنت ضيف عند أحد الملوك الدنيا كيف يضاعك وكيف يكرمك وكيف يطعمك وكيف يعمل معك؟ أما ملك الملوك فهو أعظم وأجل اللهم زدنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحب أجمعين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قولنا وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولنا وعمل اللهم يا حي يا قيوم ثبتنا على هذا الدين حتى نلقاك وأنت راضٍ عنا اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وأترك الإخوة يكمل البرنامج وأعتذر عن الإطالة لكن الكلام معكم جميل وأتمنى أن أزيد ولكن إن شاء الله في لقاءات أخرى وفي فرص قادمة نسأل الله أن يحقق الآمال إن شاء الله تعالى وأن يثبتنا وياكم على هذا الدين وشكرا لكم